الار جي تي المستوى التالت الكردات اهلا بكم النهاردة هنكمل في كورس الار جي تي مهمة جدا الكردات الكردات بتاعت الار جي تي المستوى التالت سهلين جدا احنا اخدناهم قبل كده في كورداتنا احنا الخاصة اللي عملناهم قبل الكورس ولكن اه الكورس الار جي تي مستو ان هو بيددي لك كل كل ليفل حاجة زيادة شوية فبيتدرجك مع انك انت تبدأ بالتدريج عشان كده انصح الناس كلها اللي بتبدأ جديد يبدأ معنا من الكورس من الاول فحيبدأ مع خطوات الاولة في عالم الجيتار اللي هي هتبقى الكوردات مفتوحة مسلا والسلالم على الوضع المفتوح كل ده مشروح بالتفصيل في اول من ليفلاتنا بتاعت الار جي تي طيب اه ايه بقى لا هيبقى في الليفل التالت او المستوى التالت في المستوى التالت هنبدأ الكوردات الباري يعني ايه الكورد باري زي ما شرحناه قبل كده وهنكمل نعيد الشرح تاني الكورد الباري بيبقى بان انا بستعمل كل الست اوطار في وضع مغلق مفيش ولا وطر منهم متساب حر فبيبقى ان انا لازم اعمل تصريفة بصوابي بحيس انا عندي تلت صوابع اقدر امسك بيهم تلت اوطار طب والتلاتة التانيين بيبقوا بسبوع واحد مغطي التلت اوطار طيب الكورد ده مشهور جدا في عالم الموسيقى كل الناس بتعزفه ومفيش عازف في العالم ما يعزفش الكوردات الباري عشان كده الناس اللي بتقول لا ده صعب لا ده اصلي ايدي ضعيفة اصلا انا بنت ومش عارف اعمل كده انا بشكل كده ما نفعلش في الجتار كل الناس بدأت زينا كده كل الناس بدأت تتعب في الاول وفعلا الكورد بطلعش اصوات معنا كتير وبدأنا عادنا فترة طويلة لغاية ما الصوب طلع صح انت بتخلي اسبوع واحد يمسك تلت اوطار والتلت اوطار التانيين ممسكين بتلت صوابع تانيين في وضع صعب على الايد والايد اساسا عضلات الصوابع بتاعتها زغيرة مش كبيرة فبيبقى صعب تمسك اوطار كتير عشان كده انا عملت الحلقة دية بالجتار النيلون لان الجتار النيلون اصعب من الالكتريك فلو انا جبت جتار الالكتريك الناس هتقول ما انت هو مسكو سهل بقى ما احنا عندنا جتارات كلاسيك في البيت ومش عارفين نعملها عليها او جتارات اكوستيك فانا هعملها دلوقتي قدامكم على الجتار او الفلامينكو علشان اللي عنده اه الجتار اللي هو الاصعب في العفء بيسموه العفء اللي هو الضغط على الاوطار دوت يبقى ما يقلقش بينهم طيب اول شكل من اشكال الكردات البريل لازم اعرف الكرد دوت بتكون من ايه الكرد اساسه عندي هيبقى على الوطر السادس فاي نغمة صباعي الاولاني اللي هو السبابة دوت بيشاور عليها ده معناها ده اسم الكرد بتاعي فانا لو انا شاورت على الصول هنا هيبقى ده كرد صول لو شاورت على الله هنا هيبقى كرد لا كل ده انا بتكلم على الوطر الاخراني دي صول على الوطر الاخراني دي لا على الوطر الاخراني دي سي على الوطر الاخراني دي دو على الوطر الاخراني احنا حفزنا الاوتار ولا لس مش لازم نحفز بقى طيب اول حاجة ان الصباع بيبقى ضاغط على كل الاوتار حاول تضغط بصباعك على كل الاوتار حاول تقرب اكتر ما يمكن للفريت اللي هي اساسا انت بتعفق عليها او بتضغط عليها ما تجيش فولفرت. لا خليت جنبها على طول. خليت جنبها على طول حاول تعزف كل الاوتار. لازم كل الاوتار يطلعوا صوت. حاول تطلع من كل الاسوات من كل الاوتار. طبعا وضع صعب جدا مش هداء تمسكه حتى فترة طويلة. فانت حاول دايما تعود نفسك احنا بنعود نفسنا في الاغاني. لما بنمسك الكورد مسلا اللي هو البري دوت مسلا مش بنمسكه على طول كده حتى النغمات هتبقى صايحة على بعضيها مش هيدي ايقاع ولا هيدي صوت حلم. فاول صباع اللي هو صباع النمرة واحد بتاعنا دوت هيبقى ماسك كل الاوتار. تاني صباع عندي انا هامسك الواثر. التالت الخانة اللي جنبها على طول السباع دوت وحاول تبقى جنب الفرط على طول. تبقى جنب الفريط على طول. صباع نمرة تلاتة هيمسك الواثر الخامس في الخانة اللي بعدي يوم على طول. والصباع الرابع جايي لوحده كده عايز يمسك الخانة اللي تحتها اللي هي عندي الخانة اللي على الوطر الرابع فبيبقى دوة شكل الكرد الصول ماجير لان انا الوطر السادس عندي صباح امشاور على الصول فحاول اعمل طبعا مش هقدر امسك وقته طويل كده انا رخيت ايدي دلوقتي في الاقاعة لما بنيجي نعمل الاقاعات بالكردات البريه شايف الاهتزازة الزغيرة دي بتاعت صوابعي اللي اهتزازة الزغيرة بتاع صوابعي ده انا برخي وبشد عضلاتي فانا على عضلة مش مسكة على طول مفيش حد يقدر يلعب حديد ويفضل مسك الحديد ومسكه كده نص ساعة طبعا ده اتحرق يعني الراجل دوت يعني فطبعا مش هقدر عضلاتي الزغيرة دي تمسك وتفضل مسكة كده وانا قاعد مسك على طول فلازم ارخي لو تاخد بالك الحركة الزغيرة اللي صوابعي بتعملها دي برخي وامسك برخي وامسك الوقت اللي انا بعفق فيه لازم اتأكد ان كل الاوتار بترني معادي هياخد مني التدريب على الوضع دوت يوم اتنين تلاتة شهر اتنين ما تقلقش افضل اعمله لغاية ما ايدك تعمله وضع طبيعي خلي بالك اتستلت ثواني اللي انا عملت فيه ومكور ده انا حسيت ان ايدي عملت حاجة مش طبيعية اما ببدأ بقى بعزف اغاني وبعزف مع فرق واعزف وقت طويل اه مسلا كل يوم خلاص بيبقى انت مش بتفكر انت بتعمله بتاعب بيه ولا بتاعبش بيه عندك كتيرة بترايح بيها ايدك في الشغل انما مش النظرينك انت مش هتلعبه ابدا هتلعبه هتلعبه طيب ده الكورد المجاني الكورد المينير بتاعه هو هو نفس الكورد دوت شيل السبعة التاني السبعة التاني يبقى حر فيبقى هو ده الكورد المينير نفس سبعة واحد مغطي كل الاوتار تلاتة واربعة في مكانهم على الوطر الرابع والخامس فده مجير وده مينير تاني وضع هنتعلمه اللي هو الوضع اللي تحتيه على طول يعني خلي نفس الصباع على السول برضو بس بقى اسم الكورد هيبقى من الوطر الخامس يعني هيبقى الدو وتحتها دو على طول هيبقى اسم الكورد من الوطر الخامس باجي على الصباع التاني بسيب خانة وامسك في اللي بعدها على طول على الوطر الرابع الصباع التالت بامسك تحتها على طول الصباع الرابع والاخير بيمسك تحتهم على طول فتلاقي تلات صوابع وارب عضية بس يسعيبين خانة بينها وبين الصباع الكبير وحاول زي ما اتفقنا تعفق على طول جنب الفريت حاول تخلي ايدك مستقيمة ما تعملاش كده ولا تعملها كده ولا ولا تلوي ولا تعمل مش وقته خالص الكلام ده على طول جنب الفريت موازي للفريت تأكد ان كل الاوتار بتتعزف معاك فانا عندي دلوقتي والاتنين ماجير وعندي مينير احنا عملنا التلاتة فوق بعضيهم كده صح كده لو انا شلت الصباع الصابع التلاتة كلهم وبدأت بقى رتب ترتيبة تانية خالص هحط الصباع التاني على الوطر التاني في الخانة اللي جنب الصباع الكبيرة على طول اللي هو ماسك كل الاوتار وتلاتة واربعة هو كأنه بالزبط اللي انا عملته فوق في الصول ده هنزل بيه خانة واحدة بس على النغم اللي تحتيه اللي هيبقى دو فهد كده دو مينير ده دو ماجير دو مينير لو تلاحز لو انا جيت عملت الكورد الماجير كده التلات سابع فوق بعضيهم صح كده انا صباع اللي التحتاني ده خالص اتزحزح راح هنا بس طبعا عشان مش هعرف احرك وكده او اعمل بقية تصوابع صح فباضطر اغاير الفورم تاني ما خلاش ده موخك يشتغل شوية ايه الفرق من الكورد الماجير والكورد المينير هقولك انا التالتة التالتة في الكورد الماجير تالتة كبيرة عبارة عن تون كامل وتون كامل من الدو للري تون كامل من الرى للمي تون كامل فده تون كامل الدو مينير المي دي بتبقى مي بيمول فدو رى مي بيمول التالتة صغيرة مش تالتة كبيرة فده معناه ان الخانة اللي انا بعزف عليها بصباع الصغير ده ده تالتة بتاعت الكورد بتاعي يبقى اساس الكورد بتاعي هنا والتالتة بتاعته ايه طيب مال فين ايه الخامسة بتاعته احنا مش خدنا في الكوردات الباور الوضع ده اللي هو لو اتحركت انت تون كامل بس مشيت تون كامل بس الوطر اللي تحتيه بيعمل لك الكورد الباور كورد اولى خامسة فيبقى ده اولى خمسة تالتة وتحتيهم اولى اولى فبقى عندي دلوقتي ارفت ترتيب كوردات الكورد الميجر في الوضع ده ايه الوضع اللي قبليه زي ما احنا اتفقنا تالمجير الله الميجر بتاع اللي انا هشيل الصباح التاني ده معناها ان التالتة بتاعتي هي دي اما نزلتها نصف تون بقت الكورد الميجر ايه بقى التالتة بتاعتي ده فالسول دوت ودي التالتة بتاع بحاول دايما وانا بقى اعزف الكوردات وبعزف اشجل مخي عشان احلل الكورد اللي انا بعمله ده هينفعني بعد كده لما اجي اعزف الاربيجيوز واجعزف السلالم كل حاجة مرتبطة ببعضيها كل حاجة مرتبطة ببعضيها عندنا على الجتار لحسن حظينا عشان يخلي الالتي من اجمل الالات الدنيا في العزف اعمل ايه بقى خلاص هو كده اه خلاص هو كده تخيل بس لا استنى بس ما تستعجلش الوجب بتاعي الكوردات من اول الفا لحد المي على اله طبق صعب طبعا عليك كان شايف المي بتاعتي فين هنا ياه عشان كده الجتار اللي بيبقى كوتاوي بقدر احطي ايدي عليه هنا عشان اقدر اعزف الكورد ده وطبعا بيبقى صعب يسمع صوته بيبقى مختلف عن الوضع المفتوء مثلا صعب جدا مفيش حد طبعا بيفضل يعزف الكوردات من المنطقة دي ولكن الكاتاوي ده بيسهلك شوف ايدي كانت هنا فين لو انا بقى تخيلت ان انا بعزف على الناحية دي زي دي بالزبط كده الجتار اللي هو الكلاسيك التقليدي طبعا بيبقى صعب جدا انك انت تطلع في الحتة دي بسهولة عشان كده الكاتاوي من تحت دي بيبقى من ناحية مقطوع شوية كده عشان بعض الجتارات الحديثة الناس اللي بتسأل بتشتريك التراج جديدة ده شكله مختلف عن الكاتاوي دوت طب هشتري كاتاوي ولا هشتري ده انت طبعا وزوقك ولكن في ناس بتستعمل ده وناس بتستعمل دوت اه لو انت بتفضل تعزف على المناطق العالية ديت كده طبعا كاتاوي هيبقى حل ليك انت انت طبعا هتبقى اجرب احتياجاتك يعني فالواجب اللي عندي ان انا هعمل كوردات واحد واحد فريت فريت طب انا عايز اعمل التمرين ما يبقاش مملي يعني وانا نعمل بقى كل حاجة كده وبتاع اه لا احنا هنبقى ممكن نركب ايقاع ونشتغل عليه طبعا بنركب ايقاع عملت الايقاع موسيقى 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 بركب ايقاعه على الموبايل بتاعي بركب ايقاعه على اي لويد فيه برامي كتير جاي على الموبايلات يا جماعة وعلى الكمبيوتر ببلاش. آآ ركب اي اقاع على ده استعمل اي برنامج بيعمل اقاعات وبتدي اعزف معاه. وهو دوت اللي انت بتعمله بالزبط اللي ما بتجي تعزف اغاني. بتعزف معي اقاع. بتعزف في الوقت بتاعك. ما بتعديش وقت الكرد يعدي وقت الكرد اللي بعده. فانت حاول تعمل نفسك مزورة مزورة حتى اعملها مزورة واحدة دلوقتي. واخد بالك. وحنبدأ نعزف معاه. نبدأ ببطء جدا. اقاع بطيء جدا. وتتعزف معاه طول ما انت بتعزف مع اقاع. وبتتعود تنقل الكردات مع الاقاع بالراحة. العضلات بتاعتك بحاجة اسمها بتبتدي العصل العضلة تفتكر عندها زاكرة. بتبتدي تفتكر والجهاز العصبي بتاعك بتدي يعود يبعت الاشارة بتاعت المخ اللي العضلات تتحرك في وقت معين بطريقة معينة. فتلاقي بالتدريج هيجي معك. عمره ما هيجي معك في يوم ولا اتنين ولا 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 اسبوع. لازم تصبر عليه شوية ولازم تمر ان العضلات بتاعتك ديت. العضلات بتاعتك ديت عضلات صغيرة جدا. والمخ كمان مش واخد على الحركة بتاعت العضلات الصغيرة ديت في الاتجاه دوت ولا تمشي على مستارة الجيتار زي ما احنا بنعملها كده. فطبعا ده وضع غريب جدا على ايدك. لازم المخ ياخد وقته عشان يدي الاشارة صحة في الوقت الصح. ما تستعجلش وما تفتكرش انك انت مش هتعزف الكردات البريد. هتعزفها. تأكد انك هتعزفها ان شاء الله لو اتمرنت كل يوم ربع ساعة تلت ساعة. وفي وقت قياسي هتلاقي نفسك بتقول لي لا انا فعلا خلاص بقيت اعملها. اه اتمنى انكم تكونوا اه استفدتم من الحصة ديت. واشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة